شارك الدكتور شيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدولية نيابة عن سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري السابع عشر لحوار التعاون الأسيوي والذي استضافته الجمهورية التركية تحت عنوان السياحة الجديدة الآمنة والصحية وخلال الاجتماع أكد الدكتور شيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في كلمته أن مملكة البحرين كعضو مؤسس في حوار التعاون الأسيوي تحرص على الالتزام بأهداف الحوار والأسس والمبادئ التي يقوم عليها مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وإقامة الشراكات في مجالات التعاون الرئيسية إلى جانب التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأوضح وكيل وزارة الخارجية لشؤون دوليان سياحة تشكل جزءا مهما من أهداف التنمية المستدامة ويمكن أن تسهم بشكل كبير في تعافي الاقتصادات من تداعيات الجائحة العالمية هذا ودع الدكتور شيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى أهمية التعرف على الفرص المتاحة من أجل المساهمة في إيجاد مجتمع أسيوي متفاعل ومتنوع ومتكامل وتوسيع أثاق التفاهم بين الثقافات المختلفة مبينة أن البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة نجحت في ترسيخ نموذج العالمي الأمثل في التسامح والتعايش المتحضر ترجمة نانسي قنقر